ألا نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأسكتت بلاغته البلغاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن العلوم وإن تباينت أصولها وتنوعت أبوابها وشرقت وغربت فصولها فنحن لا نقلل من شأنها وقدرها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأعظمها مبنى وأسماها معنى وأوضحها سبيلا وأقومها قيلا وأصحها دليلا علم التفسير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها فهو شمس ضحاها وبد ردجاها لأن شرف العلم بشرف معلومه وعلم التفسير علم متعلق بكلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل شرف وهو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن الليلة بفضل الله وحوله وطوله ومدده على موعد مع أعظم سورة في القرآن الكريم كله مع أول سورة في المصحفي خطا مع سورة الفاتحة هذا أول لقاء لنا بحول الله وطوله ومدده في تفسير القرآن العظيم بعد مقدمة استغرقت وقتا طويلا أصلت فيها بأصول في غاية الأهمية بين يدي تفسيرنا لكتاب رب البرية جل وعلا وَهَا أَنَا ذا اللَّيْلَةَ أَشْرَعُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَمَدَدِهِ في تفسير صورة الفاتحة وأسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يفتح علينا فتوح العلماء العارفين بقدره وجلاله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأن ينفع بهذه الكلمات وبهذه الشاشة المسلمين بصفة خاصة والبشرية كلها بصفة عامة إنه على كل شيء قدير تعالوا معي أيها الأفاضل وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا وسأحاول ما استطعت أن أقدم التفسير بفضل الله جل وعلا بأسلوب يسير سهل جميل ليسهل على كل مسلم ومسلمة أن يستوعب مراد الله سبحانه وتعالى وكما أصلت قبل ذلك واتفقنا منهجي الذي سأسلكه بإذن الله تبارك وتعالى هو تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن فما أجمله ربنا تبارك وتعالى في موضع فصله في موضع آخر وإن لم أجد تفسيرا لآية من كتاب الله تبارك وتعالى في آية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى فسأفسر الآية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم أجد في السنة سأرجع إلى أقوال سلف الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على ضربهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين والعلماء الربانيين فما أنا إلا بستاني فقط أجمع الزهر والورد من هذا البستان اليانع الماتع العبير الشذا فلم يدع لنا علماؤنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خيرا لم يدع لنا شيئا لنأتي به ولم يدع لنا جديدا لنأتي به هذا من الحق الذي يجب علينا أن نعترف به وأنا أردد وأقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي نعم أشعر بضآلة شديدة جدا ورب الكعبة حينما أعرض نفسي على هذا الكم الهائل بين يدي من كتب أئمة التفسير وأقرأ وأتنقل كالنحلة في هذا البستان اليانع الماتع أن تقل من زهرة إلى زهرة ومن وردة إلى وردة لأستمشق هذا العبير ولأسعد بهذا الشذا وبهذا الريح الطيب الفواح الجميل أشعر بضآلة حينما أرى هذا الفتح وهذا العلم وهذا الخير الذي من الله عز وجل به علينا على أيدي أئمتنا وعلمائنا فجزى الله علماء الأمة عنا خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم جميعا بنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه ابدأ معي أخي الحبيب وركزي معي أخت الفاضلة تعالوا بنا على بركة الله وبفضل من الله وتوفيق من الله نستهل تفسيرنا لصورة الفاتحة وسورة الفاتحة مكية وهذا قول جمهور أهل العلم صورة الفاتحة صورة مكية آياتها سبع آيات وهي سبع آيات بالبسملة على خلاف سأذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله وتعالى بحسب ما يصر الله لنا الليلة من الوقت صورة الفاتحة معرفش أنت بتكتب اللي إيه وأنت آياتها الأخت الفاضلة دون هذا صورة الفاتحة صورة مكية يعني مكية يعني نزلت في مكة يعني نزلت في مكة زادها الله تشريفا وهذا قول جمهور أهل العلم من المفسرين وهي سبع آيات بالبسملة يعني البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك بها من المصطلحات دي أنا أخاطب الآن الأمة كلها كما اتفقنا لا أخاطب طلبة العلم فقط بل أخاطب الأمة كلها البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وسأرجع إليها الآن إن شاء الله وتعالى يعني أعوذ بالله من الشيطان الرحيم كلام جميل يبقى صورة الفاتحة صورة مكية يعني إيه نزلت بمكة شرفها الله جميل وهي سبع آيات بالبسملة على خلاف سأذكره بين أهل العلم لأن منهم من لا يعتبر البسملة آية من صورة الفاتحة ومنهم من يعدها آية من صورة الفاتحة إلى غير ذلك من تفصيل سأبينه إن شاء الملك الجليل صورة مكية وهي سبع آيات بالبسملة وتسع وعشرون كلمة وتسع وعشرون وعشرون كلمة ومئة واثنان وأربعون حرفة ثاني سبع آيات تسع وعشرون كلمة مئة واثنان وأربعون حرفة هذه هي صورة الفاتحة طيب يا مولانا ممكن نعرف ليه سميت بالفاتحة آه هذه البداية لماذا سميت صورة الفاتحة بالفاتحة لأن القرآن الكريم قد افتتح بها خطا أي كتابة فلا تفتح أي مصحف على وجه الأرض إلا وسترى الفاتحة هي أول ما وضع في كتاب الله جل وعلا فهي الصورة الأولى في الكتابة والخط وهي الصورة الخامسة في التنزيل على الراجح يبقى الصورة الأولى في القرآن الكريم كتابة وخطا هي صورة الفاتحة وسميت بالفاتحة لأن القرآن الكريم قد افتتح بها كتابة وخطا كلام جميل عشان كده سميت الفاتحة أيضا صورة الفاتحة تسمى أم القرآن وأم الكتاب ولا أسماء كثيرة ذكرها المفسرون لكنني لن أقف إلا مع ما ثبت بالدليل الصحيح ولنا في الصحيح الغنى بفضل الله لسنا في حاجة على الإطلاق لا إلى ضعيف ولا إلى إسرائيليات ولذا فلن أخوض طويلا في هذه الجوانب وإنما سأقتصر إن شاء الله تعالى على ما ثبت وصحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم سميت الفاتحة الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وقد استنكر من باب الأمانة آنس بن مالك والحسن وابن سيرين وغيرهم أن تسمى الفاتحة بأم الكتاب وقالوا أم الكتاب هي الآيات المحكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وقال ابن سيرين وغيره وأم الكتاب اللوح المحفوظ وأنا أقول لا وجه لإنكار هؤلاء الأئمة لتسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب فلقد ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الحمد لله يعني الفاتحة الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني هنعرف المعاني دي هذا حديث في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني بل وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التفسير في صحيحه المبارك قال رحمه الله تعالى وسميت الفاتحة بأم الكتاب بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة هذا كلام الإمام البخاري وهو إمام الدنيا في الحديث رحمه الله تعالى قال سميت صورة الفاتحة بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف وهذا هو الاسم الذي اشتقت منه الفاتحة يفتتح بها المصحف كتابة وخطا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سميت الفاتحة بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة ويبدأ بقراءتها في الصلاة هذا تفسير الإمام هذا تفسير الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعنى أم الكتاب لمعنى أم الكتاب ومن أهل العلم من قال سميت أم الكتاب لأن جميع معاني القرآن الكريم راجعة إلى ما تضمنته صورة الفاتحة فالفاتحة مجتملة على كل معاني القرآن الكريم كما سأبين إن شاء الله تعالى الفاتحة مجتملة لكل معاني القرآن الكريم أي بصورة مجملة وكل معاني القرآن راجعة إلى صورة الفاتحة من أجل ذلك سماها أو سميت بأم القرآن أو بأم الكتاب سميت بأم القرآن أو بأم الكتاب أما تسميتها بالسبع المثاني خلي بالك أما تسميتها بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة تثنى في كل ركعة يعني يقرأ بها في كل ركعة من ركعات الصلاة هذا معنى ومن أهل العلم من قال سميت صورة الفاتحة بالسبع المثاني لأنها استثنيت استثنيت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينزلها الحق تبارك وتعالى على نبي من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولم تنزل صورة الفاتحة لأمة قبل الأمة المحمدية الميمونة المباركة المرحومة على نبيها أفضل الصلاة وأزكى السلام استوعبت يعني عرفنا الآن ليه سميت الفاتحة بالفاتحة عرفنا لماذا سميت الفاتحة بأم القرآن لماذا سميت الفاتحة بأم الكتاب لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني طب ممكن يا مولانا الجزئية الأخيرة دي تاني بس ما انتبهناش معك يعني السبع المثاني سميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة يعني تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم تثنى قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وهكذا تثنى الفاتحة في كل ركعة أو لأنها استثنيت ادخرت لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل صورة الفاتحة على نبي قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تنزل على أمة من الأمم قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستسمع الليلة حديثا ربما يسمعه كثير من الأمة لأول مرة من أشرف وأكرم ما ثبته في فضل صورة الفاتحة بل ومن أشرف وأكرم المناقب لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلام جميل كلام واضح أسأل الله أن يكون التفسير سهلا من سورة طيب أنت لو تعرفت على سبب تسمية صورة الفاتحة بالفاتحة وبأم القرآن وبأم الكتاب وبالسبع المثاني جميل خلي بالك بقى معايا الصورة دي اللي كل مسلم بفضل الله يحفظها الله رحمة عجيبة هذه الصورة صورة الفاتحة التي يحفظها كل مسلم بفضل الله وتحفظها كل مسلمة بفضل الله خلي بالك من الله أقوله ده هي أعظم صورة في القرآن الكريم كله استنى يا شيخ أعظم من صورة البقرة أيوة أعظم من صورة آل عمران نعم أعظم من صورة النساء نعم أعظم من صورة الإخلاص نعم أعظم صورة على الإطلاق في كتاب ربنا تبارك وتعالى تب الله عليك دم أليست هذه العبارات التي ذكرت وهلك الآن نعمة تستوجب الشكر أن يجعل الله صورة الفاتحة وهي أيصر صورة بفضل الله تبارك وتعالى على المسلم يعني صورة يسيرة في الحفظ بفضل الله جل وعلا صح صورة الإخلاص يعني أقل يسر في الحفظ لكن ما من مسلم إلا هو يحفظ صورة الفاتحة بإذن الله تبارك وتعالى ومع ذلك جعل الله هذه الصورة القليلة الكلمات القليلة الكلمات جعلها أعظم صورة في كتاب رب الأرض والسماوات اسمع للمصطفى ما احنا قلنا بقى احنا قل قال الله وقال الرسول وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال أبي وقال ابن مسعود وقال الصحابة الأطهار والأئمة الأخيار والعلماء الأبرار أسأل الله أن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا في جنات النعيم أن يجمعنا بكم وبهم في جنات النعيم خل بالك روى الإمام البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي سعيد بن المعلى خلي بالك لأنه قد وهم بعض شيوخنا وأئمتنا وأنا أطالع كتب أئمتنا وأنا أبشركم بفضل الله جل وعلا أنا أراجع تفسير الآية الواحدة بفضل الله بفضل الله من أكثر من أربعين تفسيرا بفضل الله اتنين واربعين تفسيرا على وجه التحديد أقرأ الآية الواحدة في كل هذه الكتب بفضل الله جل وعلا وأستخلص أنا ما فتح الله تبارك وتعالى به علي وما قدره رزقا لكم على لسان العبد الفقير فأسأل الله سبحانه تعالى أن ينفعنا بما نسمع بما نتعلم وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال إنه على كل شيء قدير أقول وأنا أراجع رأيت أن بعض علمائنا وشيوخنا وإئمتنا جزاهم الله خيرا وغفر الله لنا ولهم جميعا قد وهم بعضهم في أن هذا الحديث قد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وليس كذلك بل هو من حديث أبي سعيد بن المعلى وسعير بن المعلى صحابي جليل من الأنصار صحابي جليل من الأنصار فالحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه والله يتخلي بالك رواية في غيط الجمال والرقة يقول سعير بن المعلى رضي الله عنه كنت أصلي في المسجد أي في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام سعيد بن المعلى واقف صلي قال فناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادى عليه رسول الله ويصلي فلم يجب لم يجب سعير بن المعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قضى صلاته حتى انتهى من صلاته فلما يقول فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب فلما صليت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأتيني ما منعك أن تأتيني فقلت كنت أصلي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال أولم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك صورة أو لأعلمنك صورة هي أعظم صور القرآن لأعلمنك صورة هي أعظم صور القرآن خلي بالك من الكلام صغط أفعل التفضيل لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال قلت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يعني أخذ رسول الله بيدي سعيد بن المعل ثم خرج من المسجد فقال أبو سعيد يا رسول الله يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن ألم تقل لأعلم أنك سورة هي أعظم سورة في القرآن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته يبقى هذه رواية جميلة فيها تصريح بأن صورة الفاتحة أعظم صورة في القرآن الكريم هذا الأمر بتمامه وببيانه وكلامه قد وقع مع صحابي جليل آخر قد وقع مع أبي بن كعب رضي الله عنه يعني هذا الموقف الذي حدث مع سعيد بن المعلى رضي الله عنه مع أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قد وقع تماما مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في سننه ورواه كذلك الإمام مالك في موطائه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى على أبي بن كعب وهو قائم يصلي في المسجد النبوي سنعود عدنا بفضل الله بفضل الله فلما فرغ أبي بن كعب من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ثم قال بأبي وأمي وروحي يا أبي ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني إيه اللي ما خلكش ترد علي حين ناديت عليك فقال أبي كنت أصلي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولست تجد فيما أوحى الله إلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال أبي قلت بلى يا رسول الله ولا أعود لا إله إلا الله قلت بلى يا رسول الله ولا أعود لا أعود لمثلها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما منعك يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك أو ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني يا أبي ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني فقال يا رسول الله كنت أصلي فقال أولم تجد فيما أوحى الله إلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال أبي قلت بلى يا رسول الله ولا أعود قال فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أبي أتحب أن أعلمك سورة خلي بالك بقى أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يا الله زيادة جميلة جدا خلي بالك عشان تعرف يعني قدر هذه الأمة وكرامة هذه الأمة ومكانة هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي بن كعب يا أبي أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أي في القرآن مثلها فقال أبي بن كعب نعم يا رسول الله أتحب أن أعلمك قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أرجو أرجو ألا أخرج من باب المسجد حتى تعلمها أرجو ألا أخرج من باب المسجد حتى تعلمها قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يا لها من كرامة أخذ رسول الله أبي بن كعب من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقول وأنا أتبطأ يعني أمشي ببطء مخافة أن يبلغ أي الباب قبل أن يقضي الحديث فلما دنون من الباب قلت يا رسول الله ما الصورة التي وعدتني يعني ما الصورة التي وعدتني أن تعلمني إياها لم ينزل الله جل وعلا مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ما الصورة التي وعدتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصيغة السؤال قال ما تقرأ في الصلاة يعني ما هي الصورة التي تقرأ بها في الصلاة ما تقرأ في الصلاة فقال أبي بن كعب رضي الله عنه فقرأت عليه صورة الفاتحة فقرأت عليه أم القرآن وهذا أيضا ثابت في الحديث الصحيح أنها أم القرآن قال فقرأت عليه أم القرآن فقرأت عليه أم القرآن يعني الفاتحة فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور ولا في الفرقان مثلها والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أي في القرآن مثلها ثم قال بأبي وأمي وروحي إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته أتوقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى لأفصل في الحلقة القادمة بإذن الله هذا الكلام البديع الغالي النفيس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أكرمهم بالقرآن الكريم فهما وعلما وعملا وأسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى القرآن ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السدادة والتوفيق والإخلاص والقبول أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدي الكتاب مع الحبيب المصطفى